الحقيقة خبر مؤسف يعني لما عرفناه الصبح حزننا جدا لانه كان من المفترض ان صاحبة هذا الخبر ايضا ان احنا نبرك لها النهاردة على تكرمها في الاحتفالية الخاصة بالمرأة المصرية ايقونة نجاح وهو وفاة الدكتورة انيسة حسونة دكتورة انيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق بعد صراع مع المرض توفت اليوم طبعا كان تم تكريم دكتورة انيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق في احتفالية المرأة المصرية من قبل السيدة انتصاري السيسي يشيع جثمان الدكتورة انيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق ورئيس التنفيذي لمستشفى الناس للاطفال غدا لاثنين عقب صلاة الدهر من مسجد الشرطة في 6 اكتوبر أعلنت الأسرة أنه سيتم دفن الجثمان في مدافن عصام حسونة بالبساتين بجانب مدافن الكحلاوي العزاء في مسجد الشرطة في 6 أكتوبر يوم الاثنين عقب صلاة المغرب رحلت أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض الخبيث على مدار السنوات الماضية والتي رفضت رفع الرايا البيضة في مواجهته وأثرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدني والعمل التطوعي وتلقت تكرمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية الثلاثاء الماضي وكانت على كرسي متحرك وأكدت أنيسة حسونة في حوار لها منذ أيام قبل وفاتها أن المرأة تشهد عصرها الدهبي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى تمكينها في كافة القطاعات لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هو جلوس المرأة على منصة القضاء كونها تطالب بذلك وتابعت ما كنتش مصدقة أن هناك يوم سيأتي وتجلس المرأة على منصة القضاء لافتة إلى ضرورة تدريب الرجال على حقوق المرأة في نفس الصدد نعى نيافة الحبر الجليل الأنبارمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأردوكسي رائدة العمل التطوعي الدكتورة أنيسة حسونة وكتب على صفحته الشخصية فقدت مصر اليوم الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجد يعقوب والمدير التنفيذي الحالي لمستشفى الناس لعلاج الأطفال بعد صراع مع مرض السرطان وقد كرمتها الدولة منذ أيام قليلة يسخدمت مصر بكل أمانة وحب وعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها الحقيقة الدكتورة أنيسة حسونة أي حد تتعامل معها ولو لمرة واحدة يقدر يكتشف ببساطة أن هذه السيدة شديدة الرقة والوداع والعطاء والحب سيدة تستشر معها بالدفء لو تعملت معها مرة هتحس ده لازم تنقل لحواليها طاقة شديدة الإيجابية وهي تعبانة مبتسمة وهي عيانة مبتسمة وهي بتشتغل مبتسمة دايما بتدي دعم لأي حد محتاج دعم حتى في عز محنتها لما أصيبت بالسرطان هي كانت بتعمل بشكل شديد يعني الكثافة في مجالات عدة لما أصيبت بالسرطان وكما لو كانت أدركت أن الأيام قليلة فبقت بتعمل أكتر وأكتر وأكتر ولا تستسلم للتعب ولما حد بيطلبها علشان تدعم مريض آخر بالسرطان في عز تعبها كانت تتكلم وتدعم وتقول كلام لدرجة أنه يعني هي طبعا عمالها بقية يعني هي رحلها رحلت جسدا لكن كل الخير اللي عملته وكل اللي قدمته في مستشفى الناس مستشفى دكتور مجدي عقوب يعني وقت توليها الرئاسة التنفيذية أكتر من ألفين عملية قلب لكن هيبقى برضو مخلد الكتاب اللي قدمته اللي باسم بدون سابق انذار اللي بتحكي فيه تجربتها مع مرض السرطان وإزاي قدرت تكون محاربة وتقف على رجلها وتقاوم بهذه الابتسامة اللي بنشوفها على طول هذا الكتاب يعني بمثابة دعم لأي شخص يتعرض للمرض الرسالة بتقول فيها إزاي تقدر تقف على رجليك وإزاي تكون محاربة الحقيقة يعني حزننا حزن شديد على رحيل دكتورة أنيسة حسونة لكن دايما بنقول الدكتورة أنيسة حسونة كانت بتقدم فكر خاص بالإنسانية والفكر لا يموت خالص عزقنا لأسرتها والكل محب بها بالصدر انظر به وتعلم الله